الحقيقة أنها ليست حرباً بالمفهوم العام لهذه الكلمة أما ما يحدث في أوكرانيا فهو عملية خاصة تسألون لماذا؟ لأننا لا نضع حداً لتجارة الحبوب والأسملة من أوكرانيا وهي التي تصدر عبر ميناء أوديسا ولا نقف دخل غازي عبر أحد الخطوط التي تمر بأراضي أوكرانيا كما أننا لا ندمر كل شيء وحاولنا تجنب قصف المناطق السكنية ما استغله الأوكرانيون سريعاً بوضع آلياتهم ومعداتهم داخل مناطق مأهولة دون إخراج السكان